شرعت إذن مطحن والجلفة العمومية والخاصة في توزيع النخال المدعمة على الموالين بسعر 1500 دينار جزائري للقندار الواحد وهي العملية التي تعد الأولى من نوعها في الانطلاق بولايات الوطن خاصة مع تسقيفها من طرف وزارة الفلاحة مؤخرا ودعم الحكومة لهذه المادة المدعمة لها حيث كشف مدير الفلاحة بالولاية ولاية الجلفة أن العملية لقت ارتياحا كبيرا وسط الموالين بعد تحديد نصف كيلوغرام دعم للماشية الواحدة فقط فيما كشف كذلك عن العجز الكبير الذي تشهده مصالح الفلاحة بالولاية حول هذه المادة التي تقدر بعجز حوالي 240 ألف قندار في الشهر التغطية كانت لزكريا مدح كل المطاحن العمومية والخاصة معنية بهذا البرنامج يبيع هذه المادة المدعمة على الموالين بكمية تقدر بـ 500 قرام للنعجة الواحدة القنطار انتعى المادة عنه خالة يتباع للموالين مدعم بـ 150 ألف القنطار لدينا هنا سبع رحوات خواص وحدة عمومية وزعنا عليها كل القوائم المعنية كل مطحنة عندها القوائم التي ستباع لها هذه المادة المدعمة واستدعينا عندنا عجز يقدر بحوالي 240 ألف قنطار في الشهر وهذا العجز هذا إن شاء الله رح نجيبوه من الولايات المجاورة اللي عندهم فائد في هذا المادة عن قريب